لو رحنا لأرقام الفريق برضو مش الأرقام يمكن في مبارات المريخ بس لكن الأرقام على مستوى البطولة الأفريقية يعني برضو تستعرض أرقامه ونطلع من الأرقام دي ممكن نطلع إيه الإيجابيات والسلبيات ده المعدل العام معنا الأرقام معدل العام لفريق فيتا في خلال دور المجموعات في المطشين أول مطشين في دور المجموعات هنقرى شوية الأرقام ونستنتج إيه اللي مدلول الأرقام دي أول حاجة هم لعبوا مباراتين جابوا كم هدف في المباراتين أربع أهداف إذن عندهم كوة هجومية مسجلين هدفين في كل مباراة أهداف من داخل المنطقة ثلاثة من برى المنطقة هدف إذن عندهم حلول اللعيبي الارتكاز اللي هنتكلم عليه اللي هو مميز بالتزديدات من برى المنطقة نيجي لإيه الاستيبال الأهداف استقبلوا كم هدفين ولا مرة شباك نظيفة حتى في الدور التمهيدي لعبوا مطشين ما خرجوش بشباك نظيفة آه يعني دوت برضا الشكل الدفاعي عندهم مشاكل في الناحية الدفاعية لكن عندهم كمان تقوى هجومية إذن في الأربع مباريات في الدورة أبطال أفريقيا السنادي الفيتا ما خرجوش ولا شباك نظيفة دي معلومة مهمة جدا إنهم عندهم مشاكل دفاعية تقدر إن انتر استغلها إن شاء الله دي هنحللها في خلال الحلقة نيجي بعد كده لي معدل الاستحواز 56% يعني رقم كويس إنهم برضو بيعتمدوا على الاستحواز رقم كويس 56 بالزبط التمريرات الصحيحة بيعملوا 391 تمريرة صحة في الماتش ده برضو رقم بيأكد إن هم كورتهم على المستوى الهجومي حلوى بيعرفوا يمرروا بيعتمدوا على الاستحواز أكتر نسبة التمريرات الصحيحة 82% ده رقم كويس طبعا أهم رقمين من وجهة نظر اللي جايين دول دول بيبينوا عملية البلد أب إزاي بيبنوا بناء الهجمة عندهم التمريرات الطولية في الماتش الواحد في الماتش الواحد بيعملوا 12 تمريرة طولية 12 إذن هم دايما بيعتمدوا على أي اسلوب اللعبة المباشر في تحضير الهجمة إن فيه لعيب ارتكاس يعني الكلام عليها برضو دلوقتي في اللعبة إن دايما عندهم لعيب ارتكاس بيسقط ما بين الاتنين المساكين ويعمل إيه؟ التمريرات الطولية عشان كده معدل التمريرات الطولية 12 كذلك البكات تحضير الهجمة اللي يرى الرقم ده ممكن يقول طب ما هم كده اسلوب لعبة مباشر يعني بيطفشوا لا أو ممكن بيطلع زي ما أنت بتقول اللي هو بيعتمد على الكيب لير أو مفتاح اللعبة في كذا حد آه بيبني الهجمة يعني إيه؟ ال 12 تمريرات دول مين أكتر ناس؟ لعيب الارتكاس والاتنين الظاهرين دول تحديدا اللي هم بيبنوا الهجمة نيجي بعد كده للرقم الأهم والأهم وأهم رقم في الأرقام كلها الرقم اللي جيدة معدل العرضيات كل 90 ديئة كام؟ 15 عرضية منهم 6 صح في المباراة الوحدة يعني 6 صح تقريبا بنسبة 40% فناخد طب خلينا نقف عند الأرقام دي ونتكلم عليها عملية البلد أب عملية بناء الهجمة بتعتمد على رقم 6 رقم 6 اللي هو عندهم بيلبس رقم 14 اللي هو مساس رقم 14 عندهم لما بيستلم من خلال الأرقام بيقول أنه هو ما بيعتمدش أن يدي 10 لا ده بيعتمد على انطلاق الباك يمين أو الباك شمال وبالتالي الكرات الطويلة بتوصل للباك لي من المنطلق أو الباك شمال صح أن اللعيب الارتكاز بينزل يسقط ما بين ليه؟ لأن الاتنين المساكين كراتهم مش حلوة خالص ودي واحدة من نقاط الضعف الوضحة في فيتا كلوب الاتنين دول ما بيعفوش يحضروا هجمة خالص الاتنين المساكين اللي هو ورا عند فيتا وبالتالي بينزل لهم اللي هو رقم 14 مساسي ما بين الاتنين المساكين ينزل يسقط عشان أبدأ أبني الهجمة بيبني الهجمة إزاي؟ أول ما ينزل يسقط تلاقي الظاهرين إيه؟ بيتيروا مع بعض في نفس الوقت الاتنين طاروا ده بقى تحولوا لتلاتة ورا يعني الطريقة بتتحول هي مثلا أربعة واحدة أربعة واحد بتحول لإيه؟ لتلاتة أربعة تلاتة تلاتة أربعة تلاتة السيردوكين بيفتحوا الرقم هو رقم 14 هو اللي بيستلم الكرة بينزل ما بينهم والزاهرين بيتيروا عشان ده يوم عمل الطولية للشاباني اللي هو الباكرايد عشان كده الأرقام بتقول إيه؟ إن هم بيعملوا تمريرات طولية كتير وبيعملوا عرضيات كتير طب أنت قلت كمان رقم مميز جدا ليهم الكرات العرضية 12 تقريبا 15 في الماتش الواحد 15 كروس في الماتش الواحد طيب من ناحية اليمين ولا مش شمال في اليمين أكتر ده برضو هنبينه في أرقام اللعيبة شاباني إنه بيعمل عرضيات أكتر يعني ناحية شمال نحن ناحية المساحات اللي هي وراه عيمان أشرف مثلا أورى محمود وحيد صحيح يعني هم بيميلوا شوية ناحية اليمين بس برضو الباك الشمال خطير يعني الاتنين الأطراف كويسة ودي على فكرة ميزة ونقطة ضعفهم إن الاتنين دول لما بيتيروا ما بيردوش بسرعة إذن الظاهرين عندهم آه سرعة جدا وبيعملوا عرضيات كتير وشايفين خمستاشر عرضية لكن ده اللي احنا هنتكلم عليه في انقاط الضعف إن انت عندك الاتنين لازم تضربهم من الظاهرين بس يعني برضو بتكلم معك بالمنطق شوية ممكن جدا يكون شوية عملية تحفز إن هو بلعب هنا في القارة أمام النادي الأهلي وبالتالي ممكن ما بيطيرش الاتنين يعني ممكن يكون يطير واحد والتاني بس هو ممكن يعني لما نتكلم برضو في التشكيل ممكن يبدأ بتلات ارتكاز يعني هذا توقعي إن هو ممكن يبدأ بتلات ارتكاز بدل اتنين اللي لعبها في آخر ماتشين آه يعني لعب مباراة المريخة 4-2-3-1 يبدأ بتلات ارتكاز طبعا اللي هو رقم 6 لعيب رقم 6 هيدخل كارتكاز تالت ده بنسبة يعني بنسبة نسبة جديرة آه 95% يبدأ بارتكاز تالت عشان برضو يدي حماية وبيلعب النادي الأهلي في القاهرة تمام وفيه كمان أرقام المعدل المحاولات صحيحة 3-5-10 بس 12 خلي بالحضاء 12 معدل المحاولات رقم كويس بيروحوا 12 محاولة في الماتش الواحد ده دليل انهم عندهم كواه هجومية نسبة لهم طيب